سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المرأة المسلمة وحلقة جديدة النهاردة مع ضيف عزيز حيكون معانا لأول مرة على قناة الحياة وعلى برنامج المرأة المسلمة ضيف اليوم شخصية خاصة يعني أول مرة حيكون عندنا ضيف من موريتانيا وكان عندي متصلين من موريتانيا ولكن لم أستضيف أي شخصية من موريتانيا قبل كده لكن الشخصية اللي هقدمها لكم النهاردة شخصية متميزة جدا شاب موريتاني متعلم ناجح في عمله ولكنه أيضا مفكر حصل في حياته وقفة ومواجهة مع النفس ومواجهة مع مجتمعه وحال مجتمعه وخرج من هذه المواجهة بفكر خاص ومحدد وصادق كان مع نفسه ومع مجتمعه ولأنه قرر أنه يضع هذا الفكر في مقال يتكلم فيه عن وضع الدين واثاره على المجتمع الموريتاني وفهمه لأصول الدين واثارها على مجتمعه اللي حنشوف يعني إزاي الحقيقة التأثير كان كبير جدا على هذا المجتمع فبسبب هذا المقال تعرض للسجن وحكم بالإعدام وسنين من عمره الصغير قضاها في مشاكل كبيرة تكلم عنها العالم كله إحنا سمعنا عنه لأنه العالم بدأ يتكلم عن هذا الشاب اللي حكم عليه بالإعدام في مدة بسيطة جدا وتكرر حكم الإعدام عليه وكانت حرب كبيرة من مؤسسات حقوق الإنسان للإفراج عنه والسماح له بأنه يكون يقول رأيه يعيش فكره بصورة حرة خليني الأول أرحب بضيفي الشيخ الشيخ محمد المخيطر ويعني أنا سعيدة جدا أنك تكون معنا النهاردة أستاذ الشيخ خليني أقول الأول أنه الشيخ هو اسمك وليس لقب أنت مش شيخ لكن ده اسمك كما فهمت منك فأنا برحب بك وسعيدة جدا بالحرية اللي أنت بتستمتع بيها اليوم وسعيدة أنه هيكون عند مشاهدين فرصة يسمعوا صوتك وصوت الحق اللي بيتكلم داخلك أهلا بك أهلا بك وسهلا أخت أماني وأهلا بقناة الحياة وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موريتانيا وعما يجري داخل موريتانيا وعن الطبقية والعبودية وكثير من الممارسات التي تتم في موريتانيا من خلال الدين وأنا شاكر لكم جدا على إتاحة هذه الفرصة وشرق لك كبيرة أن أظهر معكم في برنامجكم أشكرك وإحنا سعاداء بوجودك معنا وعايزة أقول إن إحنا في 2014-15 تقريبا كنا بنتابع اللي بيحصل معاك وأنا شخصين كنت بحاول إن أنا أتواصل معاك ولم أكن أعرف إنك دخلت السجن في الفترة دي إلا بعد فترة فيسعدني إنك النهاردة تكون معانا وتشارك مع المشاهدين الرحلة اللي موريت بيها من الحديث معاك الحقيقة أنا وضعت عنوان الحلقة إنه المهمة لم تنتهي بعد يعني ده عنوان حلقة النهاردة وأعتقد إنه دي شهادة أنت بتقدمها أنت بعد خروجك من السجن لسا ما زلت مهتم بمهمة قلبك وهي النضال من أجل الحق والحرية في بلدك وفي العالم عموما تماما كما قلت المهمة لم تنتهي بعد لأن المهمة على ما أعتقد بدأت الآن المهمة الآن بدأت وبدأت بطريقة أخرى وبأسلوب آخر كانت هناك فترة أولى من المهمة أدت فيها المهمة نتائجة لكنها لم تنتهي بشكل نهايي والنضال من أجل الحرية ومن أجل خلق مجتمع حر يفكر بشكل حر بدون أي رقيب آخر يعني هذه هي مهمتي والمهمة اللي راح أواصل فيها طول الفترة القادمة ما حييت طيب خلينا نبتدي من المقال اللي حضرتك كتبته اسمه كان بعنوان الدين والتدين والمعلمين هل يعني أم بداية المقال حضرتك بتتكلم يعني بتسأل سؤال كده بتقدم طرحه بتسأل سؤال حب أن أنا أقرأ بداية المقال للمشاهدين بتقول فيه لا علاقة للدين بقضياتكم أيها المعلمين الكرام فلا أنساب في الدين ولا طبقية ولا معلمين ولا بيظان وهم يحزنون مشكلتكم إن صح ما تقولون يمكن إدراجها فيما يعرف بالتدين وبتقول كده أن تلك مقطروحة جديدة وقد وجدت من بين المعلمين أنفسهم من يدافع عنها وبعدين بتبتدي الطرح بقى بتقول لنا أنت شايف ليه أنه المسألة مش تدين فقط ولكن أصولها في الدين علشان المشاهدين اللي لم يقرأوا المقال يفهموا النظام الطبقي اللي حدثت كنت بتتكلم عنه هنا مين هم المعلمين؟ مين هم الأسياد؟ مين هم العبيد في المجتمع الموريتاني؟ بالنسبة لنا دي فكرة الحقيقة مش مطروحة ومش معروفة للجميع هل ممكن تدينا صورة عن الموقف ده؟ بشكل عام ومختصر المجتمع الموريتاني هو مجتمع إسلامي في أظل به ناطق بالعربية وبلهجات قريبة من العربية وهو مجتمع مسلم وهذا المجتمع يتأسس وفق الطرح الاجتماعي الإسلامي حيث ينقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات طبقة الأسياد وهما الطبقة المعروفة بالبيوان وكلمة البيوان في اللهجة المحالية نسبة إلى البيض الطبقة الثانية هي طبقة الموالي وهذه الطبقة التي تنتمي لها شريحة المعلمين وطبقة الثالثة هي طبقة العبيد ويعني شريحة الاسم المحلي لهم في موريتانيا هو الحراطين وبالتالي فإن المجتمع مؤسس على هذا الأساس ويأخذ مرجعية الدين الإسلامي كمرجعية لهذا التنييز الطبقي وبالتالي أنا شخصياً أنتمي إلى طبقة المعلمين وهي طبقة الموالي باللغة العربية الفصحة في موريتانيا وكان هناك نقاش منذ سنوات من استقلت موريتانيا وبدأت تدخل إلى المنظومة الدولية حول العبودية حول النوام الطبقي في موريتانيا واستمر هذا النقاش إلى أن وصل إلى مستويات من تقدم في الطرح والتحليل وخروج مناضلين منذ السبعينات للكفاق ضد العبودية وبدأ وضع واقع الموالي في موريتانيا وكان هذا النقاش محتدم إلى أن وصلنا إلى المرحلة في بداية هذه الألفية لوضع النقاط على الحروف من أين جاء هذا التقسيم الطبقي من أين جاءت الطبقية في موريتانيا ما هي المرجعية التي يستند عليها المنظومة الموريتانية سواء كانت المنظومة الرسمية أو المنظومة الاجتماعية في هذا الإطار هنا كان لابد من تحليل المسألة بشكل واضح وعميق وصريح والعاقل المتابع للشأن الموريتاني سيعرف مباشرة أن القضية قضية الدين وتم طرح قضية الدين منذ سنوات عدة قبل كتابتي للمقال إلا أن الكثير من المدلسين الكثير من الأشخاص الذين يريدون للقضية أن تظهر بغير مظهرها الحقيقي بغير حلتها الحقيقية كانوا يتحدثون عن أن الدين هو دين تسامح ودين مساواة بين الأفراد دين مساواة بين الطبقات الاجتماعية لا توجد أي طبقية اجتماعية داخل هذا الدين ومن هنا جاء مقالي والذي بدأته بلسان حال المجتمع الذي يتحدث ويقول لا علاقة للدين بهذه القضية ولا علاقة للدين بالعبودية ولا علاقة الاجتماعية مجرد تديون حدث بعد نشأ الدين هو انحراف للدين وهنا جاء مقالي ليؤكد أن المسألة ليست انحراف ما يجري في موريتانيا هو أوذى إلى الدين نفسه الانحراف يجري في أماكن أخرى من العالم الأماكن دول إسلامية التي تطالب الحرية دول إسلامية التي تطالب بنظام طبقي يساوي بين المواطنين هذا هو النظام الذي انحراف عن المسار الإسلامي أما النظام الذي بقي على هذا الأساس هو النظام ما زال في صلب المنظومة الإسلامية أو طرح الاجتماعي الإسلامي من الواضح أن الصورة اللي حضرتك بتقدمها لنا دي صورة فعلا تنتمي إلى عصر محمد النظام الطبقي والعبيد والكلام ده كله كان موجود في عصره في هذا الوقت الأشراف وغيره ده حضرتك أدركته في المقال وأدركت أمثلة ممتازة الحقيقة في المقال عن هذا الأمر لكن معظم الناس لا تعلم أن موريتانيا النهاردة بيع وشراء العبيد فيها قانوني لا يمكن القول بكلمة قانوني بقدر ما يمكننا القول بأن القانون يوض الطرف لأنه في موريتانيا تم الضغط منذ سنوات من خلال منظمات حقوقية ومجتمع دولي على تجريم العبودية وأصدرت موريتانيا قانوني لما أعتقد حين كنت في السجن القانون صدر حين كنت في السجن حول تجريم العبودية لكن بقية حبرا على ورق لأن فيها عمليات بيع عبيد فيها عمليات تريكة تطبق في الشريعة الإسلامية حيث أن أبناء العبد لا يريدون أباهم إلا توفي وهذا حصل منذ فترة قصيرة منذ شهرين تقريبا هناك حالات من العبودية يعني إهداء العبيد في مناسبات الزواج وهذا حدث قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة أيضا في الشمال موريتانيا هناك وذائق تدل على وجود عمليات بيع لا يتم توثيقها لدى موثق معتمد لدى وزارة العدل أو غيري لكن تخرج إلى العلن المجتمع يمارسها والدولة والقانونية والطاني الطرف عن هذه الممارسات طيب أوكي حضرتك بعطتنا وثيقة وهنحطها بعد شوية بتوري عقد بيع أو شراء أو عقد ملكي نقدر نقول عليه عقد ملكي الحالة كنت بتساءل هالموريتانيا لم توقع على كل المعاهدات والوثائق الحقوق الإنسان يعني المفروض الدول كلها بتوقعت عليها ولا لأ بس يعني حتى لو دا حصل واضح إنه المسألة بيع وشراء العبيد بتحصل بغطاء قانوني ولكن يعني مش ليس ليه أصل في القانون دلوقتي كما فاهمت منك لكنه جزء من النسيج المجتمعي طيب جزء من النسيج المجتمعي والدولة تراه يعني مادمنا نحن نراه خارج موريتانيا نراه هذه الأعماليات فالدولة تحدث يحدث هذا أمام مناظريها ولا أحد يحرك ساكنها طيب سؤالي لك إيه يعني إنت إمت ابتدت مواجهتك مع هذا الأمر وبتدى يبقى بالنسبة لك مسألة شخصية أنت من طبقة المعلمين أو الموالي وهي طبقة متوسطة غالبا يعني أو الطبقة اللي في النص غالبا أنتم حالتكم أريح كتير حضرتك متعلم وده يعني مش الأكثرية من مجتمعات متعلمين على نفس هذا المستوى من تعليمك إيه اللي شغل قلبك أنت شخصياً أن تكون دي لك مهمة شخصية؟ أولاً من ناحية المبدأ أنا عشت هذه حالة الإقهاد عشت حالة الطبقية الاجتماعية بدرجة ما ربما الدرجة التي عشتها يعني لا تصل إلى درجة التي عاشها بعض أبناء جلدتي وبعض أبناء قوميتي داخل موريتانيا ربما وروف معينة سمحت لي بالتعليم سمحت لي بالنفاذ إلى العمل إلى سوق العمل ولكن بشكل عام كانت هناك كنت أعيش تنييزاً داخل المجتمع كنت أعيش يعني أشعر بأنني مواطن من الدرجة الثانية قضية المواطنة قضية شخص يمتلك الجنسية الموريتانية مثله مثل أي شخص هذه كانت موجودة على الورق ولم يكن لها أي أثر قانوني أو أي أثر واقعي في حياتي الواقعية ومنذ بداية حياتي دخلت في مدارس دينية كما هو حال أغلبية الموريتانيين وتعلمت القرآن تعلمت الكثير من المتون الفقهية ومع دخولي إلى الجامعة في بدايات الألفية بدأت أفكاري تتضير بدأت أرى الأمور بمنظور آخر بدأت أحلل وأناقش كل الأشياء التي تربيت عليها من الصور بدأت عملية السؤال تتواجد لدي بشدة وخاصة السؤال عن كيف ولماذا أنا هنا لماذا أنا في هذه الوضعية لماذا أعيش في الهامش لماذا أعيش أنصرية يعني مقوننا والآخرون يعيشهم يعني بدأت أطرح أسئلة من هذا النوع وبدأت أحللها وأقول لك بأن آخر شيء كنت أفكر فيه أن يكون الدين يقف وراء هذه الأمور هذا هو آخر شيء يعني كنت أفكر فيه كنت أمشي مثل ما كان يمشي الآخرون إلى تحليلات بعيدة جدا عن المنطق كأجتماعية أو سياسية أو مادية كأجتماعية أو سياسية أو مادية أو غيرها لكن قلت أنا شخصيا تعلمت ووصلت إلى مستويات من التعليم الجامعي لم يصل إليها بناء طبقات الأسياد في نفس الوقت حين بدأت العمل وجدت نفسي دونهم في المستوى يعني دونهم في العمل يعني تصوري شخص يحمل شهادة باكالوريا يتسيد على آخر يحمل شهادة الماستر في نفس التخصص يعني مسائل وحين بدأت أبحث وجدت أن المسألة تقف وراءها طبقية اجتماعية يعني مقونة إلى درجة كبيرة جدا وجدت بحثت في القانون وجدت أن القانون الموليتاني في مادته 449 يحيل كل ما لم ينص عليه القانون يحيله إلى المذهب المالكي وخاصة مختصر الشيخ خليل وفي هذا الإطار ذهبت إلى هذا المختصر ذهبت إلى هذا القانون لأعرف أين أنا أين أتموقع وجدت يعني نصا أنني أحد الموالي وبالتالي أنا مواطن من الدرجة الثانية يعني وجدت الأمور يعني في حقيقتها وهنا وقفت أمام هذه ظهرة لأنني أعتقد أن المالك وغيره من الأشخاص هم متدينون قلت لا هؤلاء متدينون سأذهب إلى الدين من مصدره ليعرف هل يمثلون هذا الدين أم لا يمثلونه فوجدتهم أرحم بكثير من المصدر سراحة إذن يعني وجدت أنه دائما الأصول يعني موجودة في أصول المعاناة المجتمعية مرتبطة بأصول الدين والحقيقة أنه دي مش حاجة غريبة معظم الناس اللي خرجوا عن الإطار الإسلامي والفكر الإسلامي وجدوا أن في النهاية هناك شيء دائما مرتبط يربط مشاكلهم الحياتية اليومية والمجتمعية بأصول الدين فمصر نقول لك إيه على الأصل دور ودي على فكرة يعني من الحاجات اللي دايما بقولها في البرنامج لأنه الأصل الديني هو اللي بيربطنا بيعني كيفية الحياة في هذا المجتمع وحياتنا اليومية بعد ما كتبت هذا المقال أنا خليني بس أخد دقيقة لو أنا مش عارفة أنت قدامك نور يمكن أو إضاءة ربما الشمس شمس داخل من أو الشمس لو نقدر نغير ده علشان صورتك تبقى واضحة إذا مش ممكن خلاص مش مشكلة خلينا لا لا ممكن أنا ممكن أنا ممكن أغير وممكن نزل نافية شوية علشان ما يدخلش نورة طيب إذا ما كانش صورة على الشاشة هلأ ممكن أغير نافية طيب خلينا نعمل كده لما نحط الفيديو بعد شوية بس خليني أسألك السؤال اللي بعد كده إيه اللي حصل لما كتبت هذا المقال إيه أول صدمة ليك أنت وللمجتمع واضح إن المجتمع ده المقال عمل صدمة في مجتمعك كبيرة جدا صحيح المقال عمل صدمة والسبب هو أنه قبل المقال كان بما أننا توصلنا إلى أن الدين له علاقة بالمسألة ويعني الكل أصبح على قناعة بأنه هناك دخل بطريقة أو بأخرى للدين بهذه القضية صار الحديث عن التدير وهذا ما بدأت به مقالي أن ما حصل مثلا مالك أفتافة وخاطئة والإسلام بريء منها الإسلام بريء مما فعله الشافعي والأشياء أنتم تسمعونها يوميا كل مرة تحصل كارثة يقال لك الإسلام بريء من هذا وهذا يعني مجرد اجتهادات هنا كنت قررت أن أخذ المبادرة وأتحمل مسؤوليتي في ألهار أن المسألة ليست قضية الدين وليست قضية فتاوى يعني وذهبت إلى المصدر الأساسي للدين وهو هذه الفترة فترة بدايات القرن السابع الميلادي تحدثت أن سأضع التدين جانبا وكل ما سيقوله مالك أو غيره من الأئمة أو من المجتهدين سأضعه جانبا وسأعتبر أنه لا يمثل الدين لكن سنعود إلى فترة الدين نفسه وهنا أشرت في المقال أن كل فترة في حياة محمد هي دين وما بعدها كل حتى يومنا هذا أنا أعتبره تدين وبالتالي أي مصدر قادم من فترة ما بعد محمد لن أعتمد عليه فقط سأعتمد على هذه الفترة ومن خلال اعتمادي على هذه الفترة أظهرت لهم أن هذه الممارسات تمت وتمت من خلال ممثل الدين وليست تدين ممثل الدين أنفسهم هنا كانت صدمة المجتمع أو صدمة رجال الدين لأنهم أعتبروا أن المقال حشرهم في زاوية ولم يترك لهم يعني مساحة للمناورة في قضية مناورة الدين والتدين يمثل الإسلام لا يمثل الإسلام أن المقال يعني حشرهم في زاوية لم يعد أمامهم سواء أن يناقشوا هل ما فعله النبي أو صحابة صحيح أم لا القضية لم تعود قضية أئمة أو شيوخ أو فقها أصبحت قضية مصدر أي أوكي بعد كده لما المقال طلع قبض عليك مش كده؟ تم القبض علي بعد سطور المقال بعدة أيام تقريبا عدة أيام أوكي طيب لما قبض عليك كان المجتمع عندك هايج جدا للأمر ده ومدافع لأنك قيل أنك ثبيت في الرسول مع أن أنا ما شفتش أن أنت ثبيت الرسول ولا حاجة أنت بس عملت لستة من المواقف اللي يعترف بها الإسلام اللي هي موجودة في الحديث والسنة والحاجات اللي تربينا عليه أنت عملت بس اللستة لكن لما بنحط الحاجة على بعضها الناس بتتخدوا بتفتكر ده سب لمحمد خليني يعني أنا شايفة أن الشمس خفت فمش لازم تتحرك ولا أي حاجة لكن خليني بس أوري للناس فيديو لما حدث واعتراض ومطالبات الناس بقتلك وإعدامك لأنك ثبيت الرسول خلينا نشوف الفيديو القادم مدينة الواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا وهي مقر للعديد من المؤسسات العاملة في مجال الصناعة والمعادن في هذه المدينة كان الشاب المغمور إلى حدود السنة الماضية محمد الشيخ ولمخيطير يعمل في إحدى مؤسسات التعدين ويكتب من وقت لآخر خواطره على صفحات الوسائط الاجتماعية لكن هذا الشاب أصبح فجأة على كل لسان فمقاله الذي اعتبره الموريتانيون مسيئا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فجر موجة غضب عارمة ثارت ثائرة الموريتانيين في نواديب العاصمة الاقتصادية وفي نواكشوت العاصمة السياسية لتنتشر الاحتجاجات انتشار النار في الهشيم في مدن البلاد الأخرى المطلب الوحيد هو محاكمة المخيطير وإصدار حكم الاعدام عليه لم تنضي أيام حتى استجابت السلطات لضغط الشارع الذي بدأ يتعظم حتى وصلت المظاهرات إلى أسوار القصر الرئاسية وكادت الامر أن تخرج عن السيطرة وبعد سنة من الاعتقال أقيمت محاكمة المخيطير التي لم تدم أكثر من أربع وثمانين ساعة وصدر الحكم بالإعدام على المخيطير خرج المواطنون مرة أخرى إلى الشوارع لكن هذه المرة ابتهاجا بالحكم الجديد واعتبرته شرائح واسعة نصرا للقضاء الموريتاني كما سارت أغلب الأحزاب السياسية في ركب المرحبين بالحكم أو الصامتين عنه على الأقل إعدام 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 يعني واضح أن المطالبات بالإعدام كانت مطالبات مجتمعية قبل ما تكون من الدولة أو من رجال الدين وصدور حكم في 48 ساعة بالإعدام هل كان عندك محامي؟ هل كان حد يوقف معاك؟ هل في ناس من مجتمعك وقفوا ضد هذا؟ فيما يخص قبلية المطالبات كانت مطالبات مجتمعية بالأساس لكن كان يقف وراءها رجال الدين لما خرج هؤلاء إلى الشارع لأنهم في الأصل لا يفقهون شيئاً مجرد تتم ناداتهم للخروج فيخرجون وتتم ناداتهم للدخول فيدخون لأن رجال الدين والعارفين بالدين والعارفين بحقيقة المقالة الذي تمت كتابتهم وهم في الحقيقة من دعوا إلى الخروج لهذه المظاهرات فيما يتعلق بالمحاكمة الأولى وهي محاكمة ديسمبر 2014 وصلت إلى هذه المحاكمة من دون محامة حيث أن نقابة المحامين حينها انتنعت بشكل نهائي أن تقدم لي محامة أو أن تسمح لأي محامة من أعضائها بالدفاع عني لأنهم قدموا أنفسهم كمحامين عن الرسول وبالتالي فإنني وصلت إلى هذه المحاكمة من دون محامة نهائيا وكنت أدافع عن نفسي فقط بعد كده بعد الحكمة بالإعدام حصل استقناف للأمر هل كان عندك فرصة أنك تستقنف؟ نعم بعد صدور الحكم في 24 على معتقد 25 ديسمبر 2014 حسب القانون الموليتاني منح مولد 15 يوم للطعن في أي حكم يصدر وبالتالي في اليوم الموالي مباشرة ذهبت إلى مسير السجن الذي كنت فيه وطلبت وذيقة استيناف وقد قمت شخصيا باستيناف الحكم الذي صدره حقي نعم كان شعورك إيه وإنت بيحكم عليك بالإعدام لأنك قدمت فكر أنت مقتنع به وأصار واضحة في المجتمع شخصيا كل ما قدمت وكل ما فعلت كنت أشعر بالرضاع النفسي في كل مرحلة من المراحل التي مرضت بها لم يفاجئني الحكم بالإعدام نهائيا لأنني كنت أعرف أن المسألة بمجرد بداية المحاكمة في يومها الأول عرفت أن الأمور تتجه في هذا الاتجاه وأن يعني لا محامي لا يعني رأي عام يقف إلى جانبي لا شيء والمطالبات كانت مطالبات بالإعدام وأعرف مدى قوة رجال الدين داخل البلد وبالتالي كنت مستعد لسماع مثل هذا الحكم هذا بشكل عام حضرتك قلت لي أنه صدر عليك أو تثبت حكم الإعدام عليك أربع مرات وبتصديق من ثلاث مرات؟ ثلاثة مرحلة الرابعة هي التي انتهت فيها الأمور أوكي لكن في هذا الوقت هل كان عندك أي أمل أنه ممكن يحصل تغيير في الأمر؟ أنت كنت بتواجه الموت من أجل فكرة هل كان عندك أي أمل أنه يحصل تغيير؟ نعم كان عندي أمل أنه يحصل تغيير في نفس الوقت الذي كنت يعني أعرف أن التغيير قد لا يحصل يعني المسألة كانت ممكن أن نقول 50-50 مؤمن أن التغيير قد يحصل وفي نفس الوقت أضع في حسباني أن التغيير قد لا يحصل تغيير المسألة وتغيير مسار القضية قد لا يحصل نهائيا لكن أكثر ما كان يسعدني أثناء هذه المرحلة أنه بعد المحاكمة الأولى خلال السنة الأولى كله كنت ممنوع من زيارة أي شخص سواء كان من أفراد العائلة ومن الأصدقاء أو غيرهم وابتداء من السنة لسنة البعد الحكم مباشرة هناك العديد من المنظمات الدولية التي أخذت علما بالحكم وأخذت علما بمسار القضية وبدأت في تدخلها مما سمح لي بالحصول على فرصة لزيارات العائلية هذه زيارات العائلية أو زيارات بعض الأصدقاء الذين أزاروني داخل السجن كنت أحصل من خلالها على بعض المعلومات التي تجعلني فخورا بما قمت به أو تجعلني فخورا بالوضعية التي أنا فيها رغم أنها وضعية إعدام ووضعية سيئة إلى أقصى الحدود لأنني لمست أن هناك تغييرا داخل المجتمع على الرغم من صوت الغوضاء الذي كان يحكم الشارع وعلى الرغم من المظاهرات التي كانت تمدأ الشوارع إلا أن الأخبار كانت تصل لي بأن هناك تضيير بأن هناك عقول بدأت تدرس وبدأت انطلاقة من هذا المقال بدأت تغير تفكيرها وتغير نمط رؤيتها الواقع الاجتماعي بشكل عن داخل المجتمع مضبوط ومن هنا احنا شفنا الصورة اللي جاية دي هيظهر فيها الهاشتاج اللي كان موجود في الوقت ده والمجتمع الدولي بينادي بإطلاق سراحك والوقوف معاك في قضيتك ده من الامنستي انترناشنال دي من اللي كانت حاجات على الويبسايت بتاعهم والمجتمع الدولي عموماً ابتدى يتحرك ويعرفك طيب خليني ارجع لأولاً نقطة إطلاق سراحك أو ممكن تكلمنا عن وقتك في السجن وقتك في السجن القبل ده كان شكله ايه؟ الوقت في السجن بشكل عام يعني البتر حدود 98% من الوقت كنت موجود في زنزانة انفرادية يعني كانت زنزانة انفرادية ضيقة جداً ووضعها سيء وكانت وضعي سيء جداً حتى انني كنت ممنوع من امتلاك اي كتاب للقراءة خلال تلك الفترة التي تمثل تقريباً بدل 98% هناك فترة قصيرة اثناء السجن هي التي تم تحويل فيها الى ظروف اخرى مؤقتاً وكانت يعني ممكن تكون هي الفترة الاحسن حيث تمكنت من الولوج الى تليفزيون داخل السجن الى اشياء من هذا القبيل وبالمناسبة كانت هذه الفترة هي الفترة التي شاهدت فيها برنامجكم للمرأة الاولى برنامج المرأة المسلمة؟ برنامج المرأة المسلمة للمرأة الاولى طيب انت حكيت لي قصة طريفة في الامر ده الحقيقة يعني ياريت تشارك بيها المشاهدين انت ازاي قدرت انك تتفرج على برامج قناة الحياة عموماً يعني وازاي الناس قبلت اللي حواليك انك تتفرج على البرامج دي؟ في قضية برنامج المرأة المسلمة هذه المرحلة التي قصيرة جداً التي دامت عدة اشهر فقط كنت موجوداً داخل جناح اخر من السجن حيث يكونوا التلفزيون موجود هناك لكن السجناء الذين تم وضعهم معيهم سجناء موريتاني طبعاً لكنهم ينتمون الى الطبقة الى القومية الافريقية يعني زفقه موريتانيا يعني ولم يكونوا يتحدثون اللغة العربية على الرغم من انهم متدينون الى درجة كبيرة جداً لم يكونوا يفهموا اللغة العربية اثناء هذه الفترة الاقامة كنت قد بحثت عن تردد القناة عدة قنوات لا اعرف القناة تعصين لكن عدة قنوات وبالصدفة طلعت قناة الحياة الى اضافة الى عدة قنوات اخرى هنا بدأت اتابع برنامجكم بعض الاخوة دائماً الموجودين معي في السجن يسألونني عن طبيعة البرامج وانا افهم سؤالهم لانهم ربما يوصلون بعض الاخبار الى الحرص السجن او ادارة السجن بطبيعة البرامج التي يتابعها داخل السجن وهنا قلت لهم بان البرنامج هو برنامج دين يتحدث عن نساء المسلمات وعن تاريخ امهات المؤمنين والدليل في ذلك كما ذكرت لهم هي الصورة الموجودة خلفك وهي صورة نساء محجبات وقلت لهم هاي الصورة يعني كأنها صورة نموذجية للمرأة المسلمة صحيحة وبالتالي اقتنعوا بقوا يتابعون معي البرنامج بعض الاحيان غلما انهم لا يوجهمون اي شيء ببرنامج نشكر الله ان الحقيقة اقول شهادة للرب في الموضوع انه اذا كان البرنامج او او قناة الحقيقة عموما سعادتك في رحلتك في الشهور البسيطة اللي قدتهم بتتفرج على التلفزيون في السجن فاحنا سعاداء بدأوا انه كان لنا اي دور في الامر لكن الصورة اللي خلفي دي بالذات هي الصورة الوحيدة اللي انتقلت معايا من كل ديكور لديكور الى اليوم وهي في حياتي تمثل المرأة المسلمة فعلا فبشكر الرب من اجل اختياراته طيب حضرتك قلتني شكرا لك شكرا لك لانك نقلت بها يصرا معاك يصرا بي انقلت اشكرك حضرتك قلتني حاجة مهمة جدا في حدثنا قلتني ان كان عندك هدف انك توضح نقطتين مهمين النقطة الاولى هي بشرية محمد وبشرية الرسالة والنقطة التانية هي انه او كذا يعني نقطة حقيقة انه الرسالة كانت فعلا بشعة ياريت تقول لنا يعني فكرك في هذا الامر ازاي شفت بشرية الرسالة وبشاعة محدث على الارض وفي واقع حياتك انت في موريتانيا واننا كمسلمين عموما يعني سابقين احنا عيشنا نطبق معاشه الرسول ونعيش معاشه الرسول ونقول انه ده شيء جميل جدا يعني احنا ما عندناش اي اعتراض عليه بمنتهى العمل القلبي والروحي فيما يخص قضية رسالة او قضية يعني شرع بشكل عام مع تتبعه من مصادر وتتبعه من اموره الاولى يعني الاشياء التي لم تكن تعجبني نهايا هي بعض الامور التي يعني فصل هذا العالم الى نوعين مؤمنين وكفار ونوع من الحقد ضد الكفار يشفي صدور قوم مؤمنين اشياء يعني اشياء يعني لا تطابع بشري بحت يعني انا لا اراها لا تطابع الهي يعني انك تكره وانك ينشف صدرك لما يواحد يسيل دمه يعني هذه مسألة المسبائلية يعني ضريبة جدا احنا عندنا ما كان لنبينا ان يكون له اسرع حتى يثخين في الارض انا ما نشفاهم شو هي شو اللي رح يستفيد الاله من ان تم الاذخان في الارض اي تتشرب الارض من الدماء نعم هذه المسائل يعني انا لا يمكنني اطلاقا ان اعتبر انها مسائلة طابع الهي هي مسائلة طابع بشري بحث تعبر عن تقلبات المزاج البشري مرة راضي مرة ساخر مرة طيب وحبوب مرة مزاجه سيء يعني هذه تقلبات المزاج التي تحصل التي نراها في السردية حين نقرأ القرآن يعني تعطيك صورة واضحة تماما ان انت امام نفس بشرية نفس بشرية تتقلب مزاجها حين نقارن المسألة مع ما يريد في التراث من سيرة نبوية وغيره نجد ان كل شيء وكل محطات من الغضب الى الفرح كانت مرتبطة بظروف معينة يعني مع الظروف المعينة انا اتكلم اقول امور جيدة والاشخاص اللي حولي وناس طيبين ويعني وخلوا لهم مساحتهم من الحرية لما تكون الامور سيئة وظرف الاقتصادية وظرف الدولة اللي بدي انشئها والمجتمع اللي بدي انشئها ما هوش ظرف جيد اقول لهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخصهم ويهذب ضيضاكم ويشفي صدرقهم المؤمنين يعني مسائل لا تطابع تقلبات نفسية بشرية بحتة هذه مسائل يعني تحيل الى بشريت لهذا الطرح وبشريت هذه الايديولوجيا يعني او واضح انه بمعنى اخر انه شر واضح القتل والطبقية والفصل بين الناس وبعضهم كل ده شر يعني لا يمكن يصدر من اله حقيقي انا لا اعتقد في مسائل كلها متعلقة ب قتل متعلقة بيعني اغتصاب متعلقة بتقديس وشرعنات وتقديس الالتصاب الى درجة فيها نوع من الحلال الاخلاقي يعني منقطع النظير يعني مثلا انا اقول لك حاجة ما تم تدرسه لنا داخل في مراحلنا الابتدائية او مراحل الطفول الاولى ان هناك عصر سبق عصر الاسلام كان يسمى بعصر الجاهلية وان اهله جهالة يعيشون جهالة وبلا اخلاق وتلك الصورة التي تم تقديمها لنا صورة طبعا مزورة انهم كانوا بشر يعيشون وكان مجتمع عماشي ربما في كثير من الاشياء قد لا تكون جيدة لكن في بعض الاشياء جيدة وعلى العموم هم لم يقدموا هذا كانت عادات مجتمع فقط مفاصلة عن الدين لكن مثلا حين نرى انه فيروس والتاوتاس هؤلاء القوم الغادمون من عالم الجاهلية بين المستويجتين سبوا نساء طبعا السبي كانوا موجودا قبل الاسلام وحين سبوا نساء وجدوا ان هؤلاء النساء هم متزوجات وبعضهم يعرفوا ازواج هؤلاء النساء هنا دخلت يعني الغريزة البشرية الاخلاقية امام هؤلاء فقالوا لقد سبينا نساء متزوجات اخلاقهم لا تسمح لهم بممارسة الجنس معهم او باغتصابهن لانهن على الرغم من ان المجتمع ما قبل الاسلام كان يعيش السبي كان يمتلك اليمين حتى هناك اخلاق بين مزوجتين لا تسمح له هنا حين طرحوا هذه المسئلة الاخلاقية ماذا حدث جاءت حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاخر بأيه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وهنا تذكر السرطية الاسلامية يعني هناك اخلاق كانت لدى هؤلاء تمنعهم من ممارسة هذا النوع من الامور ولكن تم القضاء عليها تم قتلها حتى بعد ان اصبحوا مسلمين بقيت معهم شيء من هذه الاخلاق وجاءوا يسألون يعني لكن قتلت نعم ده حقيقي وبنجد على فكرة مسأل غزوة اوتاس هو مازال موجود النهاردة مش في مسألة السبي فقط يعني النهاردة انت لو سألت اي شيخ لو دخلنا حرب نسبي ولا منسبيش هيقول لك يسبي يعني فيش مشكلة مش كده نعم هذا حصل انا لا اكر اسم الشخص احد الشيوخ الدين المصريين جلس مرة في واحدة من الفيديوهات التي تابعتها قال سوف يحدث وسوف نسبيهم وسوف نسبي الامريكيات وسوف نسبي يعني نعم الفكرة ما زالت موجودة ما زالت قائمة نعم اذكر ان ما حصل مع داعش كان يعني مذال واضح وصريح نعم هنا اذكر مسألة انتم تعرفونها وكل المشاهدين الا من كابر منهم يعرفها انه لا توجد مؤسسة اسلامية واحدة عبر العالم استطاعت ان تكفر داعش امتنعوا عن تكفير داعش امتنعوا عن هدر دم داعش امتنعوا عن هذه الفتاوة لكنهم في نفس الوقت مستعدون لهدر دمك انت يا اخت اماني مستعدين للحكم بالعدام علي انا لكن لم يستطيعوا اطلاقا ان يكفروا داعش لانهم يعلمون علم اليقيني ان اي كلمة قالوها ضد داعش او في تكفيرها فان داعش ستعرضوا عليهم وستفهمهم يعني بالنص الاسلامي نعم ولكن النهاردة برضو بنشوف ان المسلمين ممكن يأتي منهم من يقول لا هذه ليست من اخلاق نفس المبدأ اللي حضرتك كتبته في المقال هذا ليس من اخلاق الاسلام ولكن دي افكار الشيوخ ما هيش افكار الاسلام الحقيقي ده البخاري ده اين كان ابن تيمية بيتنصلوا منه لان اخلاق المسلم اللي بيرى مشاكل الاسلام اصبحت افضل من اخلاق هذا الاله خليني اقرى لك حاجة يعني حب شاركك بيها النهاردة وشارك المشاهدين بعد ما حطينا اعلان الحلقة تقريبا بساعة خرج الشيخ احمد الطيب بتويتا عجيبة شوية يعني الحقيقة من ساعتين كده التويتا دي خرجت بيقول كده جاء الاسلام ليحر الانسانية من عادات جاهلية ارهاقت الناس كورونا عديدة فحرم الله الرق بكافة اشكاله وصوره ووضع الشرائع الملزمة التي تحارب ظلم الانسان واهدار كرمته وتؤصل للمساواة بين الناس جميعا ويحرم شرعا الاتجار بالبشر وادعو الى تجريم كافة اشكاله وفرد مزيد من الرقابة لاستقصاله وضرورة دعم ضحايا يعني عجيب قوي انه يتتوافق التويتا دي مع حلقة النهاردة خليك تعلق على رأيك في اللي قاله شيخ الازهر اولا انا اتحدى شيخ الازهر ان يقدم لي اي دليل من الاسلام اي دليل مقنع يفيد بتحريم الرق والعبودية نعم وانا مستعد لأقدم له عشرات الادلة تثبت ان الاسلام حافظ على هذه العبودية يقولون لك ان الاسلام جاء لتحرير العبيد وانه وضع شروطا لتحرير العبيد وهذه الشروط مضحكة جدا لانه يقول لك تحرير رقبة لان اي شخص افطر في رمضان عمدا يحرر رقبة اي شخص لازمه يمين يحرر رقبة ويهار مع الزوجة يحرر رقبة هي دائما فائدة شخصية ليس فكرة انسانية هي مسائل هي مسائل يعني تحويل الانسان الى وفق مفاهيمنا العصرية الى ضرامة مالية بالزبط هل لدينا قانون قوانين هنا مخالفة السير قد تحصل منها على ضرامة مالية هل يمكننا ان نقول مثلا ان القانون الامريكا والقانون الفرنسي بما انه يورم الاشخاص بالمال هو يدعو الى عدم امتلاك الناس الاموال لا انت القانون مشجع على امتلاك الاموال انت سوف تتدخر اموالا كثيرة لكي تواجه الغرامات المالية في المستقبل وتواجه الصعوبات القانونية في المستقبل هذا ما فعله الاسلام قال لك ان تحرر رقبة وثانيا هناك مسألة اهم من هذا كله يجب ان ننتبه لها ان تحرر رقبة دائما جاء في المستوى التالي المركز التالي اطعاموا ستين مسكينة صياموا شهريني متتابعيني جاءت فمن لم يجد يقول لك فمن لم يجد تحت رقبة يعني حالة الاخيرة فمن لم يجد كأنه يا اخي انت افعل هذه يقول لك لا مقدرتش وحسب الفائدة التي يحصل منها الانسان على خلال امتلاكه للعبيد واستغلالهم قول حياتهم هل تتوقعون ان شخص مثلا مسلم حلف يمين ولم يبر بيمينه قيل له ان تطعم عشرة مساكين او تصوم ثلاثة ايام او تعتقرقها ايهم سيختار طبعا سيختار اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام المحافظة على هذا الممتلك هذا الاتخار الذي يمتلكه هذه الطاقة الحيوية التي يمتلكها والتي يشغلها حيث ما شاء او ان كانت امرأة هذه الالة التي يستخدمها ورائسه ورارباته هذا من ناحية لو ان الاسلام جاء لتحرير العبيد لما كانت اسراء هناك مسألة دائما ينساها الناس في قضية بني قريرة دائما ما يركزون على المذبح التي حصلت ولكن يقولون بان ترك النساء والاطفال الذين لم يبلغوصين الرشد بعض لكن السؤال المطروح دائما لا يتبه له الكثيرون ماذا حصل لهؤلاء النساء والاطفال بعد ان انتهت المذبحة تم بعضهم الى ناجد وبيعهم تم بيعهم وتم الشراء بذمن استدالهم بالسلاح والخير تم بيعهم واضح هو حصل ايه في حياة محمد نفسه وصفية والحديث اللي بتكلم عن طب الديني دي اديك حمسة بدلها ويعني الكلام عن البشر وكأنهم ليسوا فقط سلعة ولكن شيء تفضل كمت مجرد شيء مجرد المتلكات ثانية لنفترض ان القضية جاءة تحرير العبيد انا اذكر مسألة ودائما ما اقارن بها في صلح الحديبية في صلح الحديبية حين امر لمحمد الاصحابه بان يعودوا ذلك العام بعد ما حصل من الصلح امتنعوا بعضهم امتنعوا بعضهم من وجد في نفسه وضابة من العودة دون الدخول الى مكة فجاءت هو على مع كرء مسلمة وقالت له وامرهم بان يحلقوا رؤوسهم امتنعوا وبدأت هناك وضابة جاءت مسلمة قالت له اذا كنت تريد ان يستمع عليك الناس طبق ما امرتهم به اولا وطبق ما تريد اولا فخرج فقامت بحلاقة شعره وحين رآه المسلمون يحلق شعره حلقوا جاءة عقوسهم هنا نعود للعبودة اذا كنت جئت من اجل تحرير الناس من العبودية انت اولا عن امتلاك العبيد وقل لهم اما انا غلا امتلك عبيدا هنا سوف نقول بانه كانت لديك نية ربما المجتمع لم يصي لما تقول لكن طبقتها في حياتي نحن ليست لدينا اي رواية تفيد بانه شرب الخمر مثلا هو حرمه ولم يشربه وهذا يعطينا معلومة انه صح كانت لديك نية لتحريمه وبالتالي لانه امتنع عنه اما اذا كانت لديك نية لتحريم العبيد يجب ان تمتنع اولا عنهم يجب ان لا تبيعهم يجب ويجب ويجب اشياء كثيرة تفيد ولكن من المعروف انه محمد كان يبيع العبيد ويشتري العبيد ويقتني الاسرة والاماء وكما قلت مش محمد فقط لكن من بعده زوجاته وعيلته كانوا والخلفاء الرشيدين كلهم وابنائهم كانوا بيقتنوا ويبيعوا ويشتروا العبيد فالاسلام لم يأتي ليحرر العبيد ابدا بل جاء ليضعهم في في اطار طبقي لا انساني واضح جدا وطبعا قصة عمر ولطم العبدة قررت انها اضغط نفسها وانها لا تتشبه بالحرائر يعني تقنين ايضا لمسألة العبودية تفضل ايضا اضافة لذلك ابن عمر واشخاص اخرين كثيرين من المسلمين كانوا يأتون الى سوق النقاس يعني ويدخلوا كأنهم دخلوا الى سوق ماشية قبل العيد تشاهدين دايما هنا في بعض الروبورتجات التلفزيونية عن السوق الماشية قبل العيد كل واحد يدخل الى السوق وترينه يمسك هذه الشات وينظر هل هي سمينة او لا وفي اماكن معينة ربما عارفون بالماشية يعرفون هل هي صحية هل هي يعني يدلكون عليها ليعرفوا طبيعتها هل هي الشاشات ذات هكذا كانوا يحصلوا احنا لدينا في الكتب الاسلامية التي يعتمدها المسلمون كانوا يدخلون الى السوق ينظروا الى هذه من هنا كأنهم دخلوا الى سوق ماشية قبل العيد وهذه مسألة يعني وطبعا في حديث مفصلة في هذا الامر يعني ويعرفها المسلمين اليوم بكل وضوح خليني خليني يعني ارجع قبل ما ااخد المكالمة الجاية نفسي ان احنا نتكلم شوية عن انت قلت انه موريتانيا مش قانونا العبودية موجودة فيها ولكن احوال الناس هناك ازاي احوال طبقة العبيد شكلها ايه معلش اسمحلي قبل ما ترد خليني اخد المكالمة اللي معنا النهاردة معنا الاخ هارون ابو علي مدير قناة الحياة اهلا بك اخونا هارون اهلا بك اماني اهلا بك اماني انا سامعك كويس جدا والاستاذ الشيخ كمان معنا انا سامعك كويس برحب بالشيخ البرنامج بصراحة انا فرحان جدا بسمع هذه المواضيع نتمنى يعطيك الله قوة انك تكمل في هذه المسيرة انه طبعا تكشف اه على موضوع العبودية العبودية هو من يعني شيء شنيع جدا ما يصنعه الاسلام يعني يستعبد كل شيء يعني ولما الاسلام بقولك نحن حررنا المرأة وحرر المرأة من حريتها هذه الحرية الوحيدة اللي خدتها الامرأة ف ربنا يقويكم الاثنين شكرا على الحلقة شكرا لك اخ هارون ابو علي وشكرا جزيلا شكرا لك اخ هارون ربنا يبركك طيب معلش معانا مكلمة تانية مين معايا اخت ايمان اهلا بيك اخت ايمان تفضلي اهلا بحضرتك اخت اماني اختي المباركة انا كتير سعيدة انه انا عم بحكي مع حضرتك اهلا بيك اهلا بيك باتصل فيك شرفتينك وبحب اني تنكي حبيبتي بحب اني احكيلك واشجعك انه انتي كنتي سبب بركة كتير كبير الي اه انا من خلفية مسلمة ورب تعامل معي عن طريق برنامجك نشكر الرب زي ما تعامل مع الاخ اللي هلا انتي مستضيفيته وبس اليوم كنت حابة اني اشجعك واقولك استمري وكتير ناس عم بيجوا للرب من خلالك ومن خلال برامجك حبيبتي شكرا شكرا ربنا يبركك يا ايمان وحب اتكلم معاك هيكون معايا رقمك وتكلم معاك بعد البرنامج واشكرك على شهادتك هو عمل الرب مش اللي صلاح فينا يعني بس ربنا يبركك حبيبتي اشكرك اكيد شكرا اكيد امين شكرا اهلا وسهلا اهلا بيطال شكرا ايمان الى اللقاء استاذ شيخ خليني ارجع تاني لفكرة احوال العبيد في موريتانيا اليوم ان لم يكن هناك تقنين للعبودية ولكن كيف احوالهم اليوم يعني هل بيقدروا يعيشوا عندهم حقوق هل في جمعيات تضمن لهم الحقوق هل يقدروا يورسوا ويورسوا بيشتغلوا بيعيشوا ازاي فيما يخص قطيط طبقة الاحراطين او العبيد في موريتانيا الغالبية العظمى منهم ما يربوا على نسبة تسعين في المائة منهم يعيشون في اماكن تسمى محليا بادوابه وادوابه هي اشبه بمخيمات العبيد يعني كانوا من الزمان مقرون كانوا يعيشون في هذه الاماكن حتى ان البيض لا يختلطون بهم في هذه التجمعات السكنية التي تسمى بادوابه من الشبه النادر ان تجد في اي مكان من هذه ادوابه هذه اي مدرسة حقيقية ربما يفتحون لهم قسم ليعني تعليم مسائل يعني بداية جدا وربما الغرض منها هو استفادة الاسياد من هذه المسألة مستقبلة نسبة الامية والجهل منتشرة بشكل فضيع داخل هذه الطبقة الاجتماعية ويعيشون حالة انا اسميها حالة من التجهيل والتفقير يعني هم لا يعيشون جهلا وفقرا بقدر ما يعيشون تجهيلا وتفقيرا لان المسألة يعني مسألة ممنهجة من الغريب جدا ان اماكن عديدة عديدة لا توجد فيها مدرسة واحدة والدولة لا تكترث في نفس الوقت التي نجد فيه التجمعات السكنية للاسياد او ما يسمى بيضان توجد فيه اكثر من مدارس فيه فائض 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 مدارس او فائض فصول دراسية يعني يعيشون في هذه الحالة يعني الواحد حتى لما يكون لا يجد امامه وسيلة او سبيلا سواء ان يبقى عبدا خانعا او حتى ان تمرد يعني سوف يعيش حياة هامشية حياة مهمشة سوف يتألم كبيرا ويتعذب اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي هم يعيشون في ظروف لحد الساعة يعيشون في ظروف سيئة جدا انا اشكرك لان اتحدثت عن قضية الموارد قضية الموارد كان النوام الموريتاني يقول بان قضية الموارد بان تم القضاء عليها وبان ابناء العبيد او ما يسميه النوام الموريتاني بالعبيد السابقين بانهم يريثون تماما مثل ما يريث الاخرون وبان رجال الدين يقومون على هذه العملية بانه لا توجد في موريتانيا مؤسسة رسمية معنية بتقسيم التلك بقدر ما تتولاها مؤسسات دينية لتطبيعة الشبه رسمية وما تفاجأنا منه انه خلال هذا العام 2021 واذكر منذ شهرين او ثلاثة ظهرت الى العالم حالة في وسط البلاد هي منطقة اسمها الاغ ان شخصا مملوكا توفي وحين توفي المفتي العام لموريتانيا ونحن هنا لا نتحدث عن شخصية عامة وشخصة رجل الدين يعني من الحي معين احنا نتحدث عن مفتي يعني امام المسجد الجامع في موريتانيا ومفتي عام موريتانيا والمسألة موجودة على بعض المواقع التي نشرت الخبر ونشرت الامر ونشرت اسم الاشخاص المتضررين حين توفي هذا الشخص هو من تولى القضية واصدر فتوى بان اموال العبد حين يموت تعود الى سيده وليس الى ابنائه وبالتالي حصل هذا يعني منذ ثلاثة اشهر تقريبا نتحدث عن ممارسات كما يقول النظام الموريتاني في الماضي الغريب ان الحكومة الموريتانية لم تتحرك لانقال ابناء هذا الانسان الذي توفي والقانون الموضوع للمساواة بين الافراد لم يتحرك لم يحصل اي شيء وانما يعني تم فقط استفادة سيد كان نائما في بيته من عمل شخص اخر مدة ستين سنة او سبعين سنة فمباشرية تأتيه الاموال او يأتيها الريع طيب يعني يبقى الحال كما هو عليه وده القصل الاسلامي وده القصل الديني انا يعني لانه خلاص فاضل دقيقة على البرنامج عايزة ارجع افكر المشاهدين انه القضية فعلا لم تنتهي بعد علشان كده حيكون معانا الشيخ مخيطر في الحلقة اللي جاية عشان نتكلم اكتر في المهمة القلبية بقى اللي انا شفتها وهو بيتكلم عن القادم من المشروعات اللي هو بيشتغل فيها والكلام عن الحرية الانسانية الحقيقية اللي ربنا النهاردة اداله فرصة انه يكون مشارك فيها بشكل واضح الحلقة اللي جاية هنكون بنتكلم عن اكتر عن امور العبيد في موريتانيا وعن احب جدا هنتكلم عن المرأة في موريتانيا والقوانين الخاصة بالمرأة في موريتانيا وما تراه للقادم من المرحلة القادمة انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة بشكرك جدا يا اخت اماني وبالمناسبة انا لما قلت انت بقيقا انتبهت يعني افتكرت ان قضينا عشر دقائق فقط وبروة ساعة للحديث معك لا يمل اشكرك وفعلا الحديث معك ايضا ممتع جدا ودائما كلمات الحق بتفتح قلوب ويعني نفوس الناس لاننا نسمع اكتر انا بصلي انه حلقة النهاردة تكون بداية لفهم حقيقي للحرية من منظور الله ولمحبة الله للبشر لانه العبودية مصدرها الشيطان فقط اما الاله الحقيقي المحب فهو من يحررك بحبه ومعرفته وشخصه ووجوده في حياتك اشكركم والى اللقاء